أرض الفلسطينية إن شاء الله ترجع إلى أصحابها وإن شاء الله يقعد دحر الاحتلال الإسرائيلي النصر لغزة النصر للشعب الفلسطيني أحوال التقس أحوال التقس مع حمزة من الأرصد الجوية ومع حسام صباح النور صباح النور حسام مرحب بيك أهلا وسائل مرحب بيك ومرحب بيك حمزة المهندس في المعهد الوطن للرصد الجوية وإن شاء الله يعطينا فكرة لأنه صباح سخانة لعشية أمتر تبخنيس في الليل اللي جوية يثلي معتها دخل بعضها شوي هذا يعطينا هذا دخل بعضها هذا كان طبيعة إيه ذي كان طبيعة ما زادك كومي من لغت هذا معتها يا سخانة يا أمتر معتها يا تكون بشو حالي حتى يفهم لا ينتشترب أنت إنما ماذا بيك تقس كون مستقر معتها ماذا بينا الأمتر ماذا بينا الأمتر بلا لا أمتر وإن شاء الله يعطي خير وإن شاء الله يعطي خير ما هو ساعات يغلطوا نغلطوا في التوصيف في الإذاعة نقولوا مثلا تقس جميل شمس هكا وربيع وليه ساعات ما مش جميل يعني ما تصبش مطر إذا ما هو جميل إزم الربيع يكون ربيع والصيف يكون صيف ويكون جتاك كمان ما تصبه في جتاك حمزة صباح الخير صباح الفنو اليسمي سلاحبيب وصيح وسام ومن خلاك وكافة مستمعية إلى زيارة الوطنية شو رأيك أنت في الحكاية هذه والله للإجابة على سيح وسام نحن تويك في هذه معناها حالة طبيعية خاصة أن نحن توفي فترة انتقالية ما بين الربيع وفصل الصيف وهذه معناها طبيعية أنه التقس يبدأ في استقلاس الصباح العشية ديما تتكون سحب ركامية نتيجة معناها لارتفاع درجات الحرارة في الصباح وهذه السحب الركامية ديما مصحوبة بخلايا رعدية ترافقها أمطار معناها بين الحين وآخر خاصة بالمناطق الغربية وساعات تتفرع كذلك الجهة الشرقية وإن شاء الله معناها في فصل الصيف باش نشبع بالاستقرار وكذلك معناها فترة استقرار وفترة كذلك قلة تقلبات تقريبا في الصيف باستثناء أنه ديما كذلك آخر شهر مصيف وفي الفترة الانتقالية بين الصيف والخريف ديما قوة سبتمبر نستنى وما نعبر عنها بالعامية غسلة النوادر هذه اللي تكون زادة مصحوبة ديما بخلايا رعدية في العشيات وخاصة معناها تكون كذلك شديدة الفاعلية وتكون مصحوبة بأمطار رعدية نعم بالنسبة لتوقعات الجوية لليوم باش يكون التقس في استقرار بأغلب جهات البلاد يكون هناك بعض الصحب على كامل اليوم العشية نتوقع أنها تتكاتف هذه الصحب تدريجيا بمناطق الشمال وكذلك الوسط مع إمكانية لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة بكمية تدعيسة إلى متوسطة ببعض مناطق الشمال وكذلك الوسط كذلك تسقط البرد بأماكن محدودة تبقى معناها إمكانية واردة اليوم كذلك وبالنسبة لدرجات الحرارة تقريبا تبقى في نفس المستويات مقارنة بأم أمس ونتوقع حرارة قصوة اليوم تتراوح بين 25 و 31 درجة بالشمال والمناطق السحرية الشرقية وكذلك المتفعات وبين 32 و 36 درجة ببقية الجهات بالنسبة للحرارة القصوة المتاقين اليوم بتونس الكبرى إن شاء الله تكون في حدود 30 درجة وبالنسبة للريح ستكون من القطاع الجنوبي بأغلب مراتق الشمال وكذلك الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة إلى متوسطة تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كمتر في الساعة وبالنسبة للسواحل وكذلك مناطق الجنوب تتقوى هذه الريح نسبيا آخر النهار وكذلك أثناء الليل وتكون متيرة محلية للرمال خاصة بمناطق الجنوب الغربي بالتحديد جهتي قبل وكذلك التوزر بالنسبة للغدوة إن شاء الله ما فهماش تغيير يذكر في العامة الجوية باستثناء أن الريح تتواصل قوية بمناطق الجنوب وممكن تتقوى توصل إلى حدود ستين كيلو متر في الساعة في شكل هبات وتكون مثيرة محلية للرمال بأغلب مراطق الجنوب وهذه الحالة كذلك مش تتواصل ليومي الجمعة وكذلك السبت وهذا نتيجة لتمركز منخفض للضغط الجوي على الجنوب الغربي للبلاد التونسية بشي يساهم في تسيير طائرات هوائية شرقية تكون قوية نسبين حمزة سعد من الأرصاد الجوية زابينج مرحبا 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 حبيب مرة أخرى اللي كنتي وكيفة السيدة المستمعين بش نحكي على زابينج هم الحاجات اللي الناس ممكن تناولوهم البارح كوا فيهم تناقشوا اتفعلوا التفاعل اللي جيكون بالباية وبالخيب مفهم حاجات ما تناس منتوا تتفعل معها كان بالباية نحكيه على المنجي البواندي الدكتور من وصول تنسية الحائز على جائزة نوبل للكيميا 2023 تم تكريمه البارح من رئيس الجمهورية بالسنف الأول من وسام الجمهورية وطبعا هذا أعلى وسام هذا أعلى وسام لرئيس الجمهورية رئيس الجمهورية للتذكير رئيس الجمهورية غادر فجر اليوم أرض الوطن في تجاه تهران لتأدية واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله فخامة السيد إبراهيم رئيس رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الله يرحمه الله يرحمه الدكتور بواندي إن شاء الله بش يعمل ثلاثة محاضرات تم تكريمه البارح واليوم وغدوة ثلاثة محاضرات واحدة منهم بش يكون بكلية الطب بسوسة وغدوة إن شاء الله محاضرة بش يكون المدرسة العليا للمهندسين الحديث بالعربية هكا قالوا لي هو يحكي باللغة الفرنسية نعم بأنه مولود في فرنسا يحكي باللغة الفرنسية تعرفش كيف شهدنا سمعوشني يحكي البارح في تصريح نقالو للتلفزة قالونا بش يمشينوا زميننا الكريفي في الكريفي وإن شاء الله معناها تقعد تغطية اللقاء بعد شوية في جامعة المناطق هو موجود في الإذاعة تنصية في شخص إذاعة قلت في فرنسا من أبين تونسي وعشت طفولتي بين تونس وفرنسا ومضيت باقية مشواري في الولايات المتحدة وقد تعلمت في الجامعة من خلال البحوث أن لا نخاف من إجاد أفكار جديدة كنا في البداية الوحيدين الذين نعمل على الموضوع الفائزي بجائزة نوبل مع قليل آخرين انطلقنا بتجامع صغير وهذا تجامع التسع اليوم بفضل العمل الذي قمنا به في البداية وهقد تحصلت على جائزة نوبل هذا تقريبا فكرة معتها موجزة على المسينا المنجي العالم الكبير يسر في تونس تلز كما تلز برشا للهجرة ببعط نرجع الموضوع ونحكي ونوبل تحصل عليها في اكتوبر الماضي 2023 تقريبا سيزون هذه نوبل لنبعض والمهم أنه نعطيه المثل العليا للأولاد الصغير أكيد رفهم الناس قاعد يسمع فيه أو قاعد يتفرج فيه أو قاعد يحثر فيه محاضرهم وحاضراتهم باش يكون الوثال الأعلى متاعه المنجي بواندي ويلزم الأولياء حسين يشجعوا أبناهم باش يقتديوا بهذه القمات المهمة في في مجالة في الكيميا في الهندسة هو منحبش نعطي دروس حبيب لأنه عبر حجر يتناولوا الوسائط هذه المتعددة الموجودة عندك في البرتابل موجودة عندك أنت في الفيسبوك والإنترنت وكل شي فما برش أشياء به وإشياء خائبة ما عليش أنا أخذ لك منحبش نعطي دروس في أنه مثلا نحكي على الإذاعات الأخرية وعلى الإعلم لأنه نحن ليتع الوطنية لا موفرما لإذاعات الأخرى تتلوج على حكايات الفارغة تغتية تيمة للإذاعات التنصية معت إذاعات التنصية كي يقول إذاعات التنصية لإذاعات كل متاحة معت الجهوية والمركزية الكل معت غتينا وذي مش مزي معت لأنه واجب أنه نعطيه هذا الموديل نحب نسوق للناس إذاعات الأخرى يخبره وطعد أشهر فارس جمهورية توسي لإذاعات الأخرى لإذاعات الأخرى ليش وطنية ما يقول ليش وطنية يزمها يزمها تعمل على يزم الروج أكثر لحكاية لأنه بالحق معت هذا من نوع عم ترعلم هذا من نوع عبد النجم يبدو تونس وهذا الجيل الأول وجيل الثاني وجيل الثالث الهجرة روم نسحقهم ككوارجية كهو مش معت هجس يكوور في جمعية كذين جبوه وطني هذيكم مرامة وينسا وينسا كيفنا ممكن حتى أكثر من اللي يحب البلاد وعاد عليها رغم أنه برشا منهم لا يعرفوش لهم لا يعرفوش أما رغم ذاك عندهم محب ورتيبات كبير يسر في تونس بإنمشي الأخبار الثانية يا حبيبي اللي حكيوا عن معدل الأجور في تونس دراسة نشرتها مع معدل الأحصاء في تونس انتي قولي حسب تقريب ما معدل الأجور في تونس ما نحكي عن سميك المعدل حسب تقريب 1,000 دينار مش بعيد 924 دينار والله وقصرت 924 دينار هو الدوب تقريبا من سميك الأجر الأدنى المقترح لأن القطاع العمومي المعدل 299 دينار 612 دينار هو بالنسبة للعمل المعدل من العمل ومليون 628 للإطارات إطار في الإدارة العمومية أو في القطاع العمومي لخلص المعدل 1,628 اللي هو مبلغ سانكسون أورو معتها البرة شوية 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 برشة بل خاصة الدراسة في 2022 ما تبدل سيء خدم آخرين في قطاعات أخرى أيضا يخلص شوية برشة شوية بالكل يعني أعلى كل واحد يخلص 400 دينار ولا 500 دينار في قطاعات الفلاحة مثلا أو حتى في المعامل أي واحد يخدم السهر فما ناشي تخدم معتها خدمها بسيطة وما شاء الله ربي مهبط فيها الرزق ومعتها والبركة ويخدم ويدخل في برشة فلوس شاء الله ربي يزيد وأنه هنا بش نحكي ذي المعدل لأنه دراسة هي عشوائية أخذت بعض القطاعات وخدمت عليهم أعلى الأجور في تونس تعرف وين حبيب في القطاع المالي والتأمين البنوك البنوك المعدل متاحهم تقريبا 300 ملايين و600 و5000 تقريبا معتها 3 ملايين و253 هو معدل أجور متاع الإطارات في قطاع المالي والبنكي والذكا ما نحكي وش عادة المديرين يتلقاه يخلص 50 ألف دينار و60 ألف دينار أنا واحد من يسمع أنا نحكي لروحي يرأي الشخصي وينزمني كنان أنا مع أنك تعطيه حاطي 100 ألف دينار خطر المدير هذا هو اللي يجب المرشيات لأن المدير تعرفش كيفاش أنت سعى حزان عطيه مليار نعم البنكة تراني قد من حب لا خطر فما نوع فما أشياء معقولة وأشياء مش معقولة فما دي بوست يا حبيب أنت تشوف البلادنا والظروف بلادنا أنت يا مخير تجيب واحد معتها كمبيتان وبه وعنده رؤية وعنده علاقة وعنده كفاءة ويخلص بالجداء يهاتيك الصحة إيه هذا المطلوب شو مخلص بالجداء يلزمه 50 مليون 50 ألف دينار يجب مدير بنكة نعطي مليون و4 كراهبة و3 فيلات ولا 10 فيلات شعلا ربيزيت شعلا ربيزيت وأنا واحد من الناس ما عنديش مشكل مع الحكاية دي فيه أنه هما بيش يجيبون الفلوس هو بيش يعمل لك رؤية بيش نجم يجيب لك الفلوس بعلاقاته في القطاع البنك ينجم داخل الفلوس كيما ملاعبي يجيبون من البرة بيش يمركي لك يقعد على البنك واتخلصوا بي تجيب ملاعبي 100 مليون ويجيب لك بطولة ولا تجيب ملاعبي مثلا ان تخلصوا مليون وين فما فما لي ما جاب حد شي تيما وذيك موضوع فما ملاعبي جاءوا اخذاوا توانسة بنات توانسة وبعد ركشو قعدوا ولا وتوانسة اي ولا وتوانسة وفما لي بطل معادش تونسي تيبون وذيك موضوع طويل لنقاش وذي مذهبين اخلي جماعة الرياضة يحكيوا فيها اكثر ادنى قطاع فيه اجور في تونس حبيب وذي صادم صادم بالحق اشني ادنى قطاع اقل قطاع يقل فلوس في تونس اذي حسب الدراسة اللي عملها معد الوطن للاحصاء في تونس يخلص هو قطاع التعليم التربية والتعليم المعدل بتاع الوجور فيه سبعمائة واثنين وتسعين دينار وانا البارح الراجع في قمد المعلم وفي التبجيد كاد المعلم ان يكون رسولا ان شاء الله باش نسجلها و باش نقدمها في الحزة قادمة لانه احنا نقدر المعلم ومربي الاجيال احنا نقدر فمجيل جديد للأسف مع الهوجة اللي صارت ومع المشاكل لكن النقابية كانت تذكر بريودة كحجز الاعداد وكذا صار نوع من التنسيون اللي هي كانت تفهم مع علاقة مقدسة ما بين المعلم والولي للأسف العلاقة هذية تمست الهنا باش نتعديو الحاجة اخرى اللي نحكي باي لي نختم باش من نتواجش عليك برشا حبيب لنورفجيا اول بلاد في العالم تتعهد بإيقاف رئيس وزراء دولة الكيان السهوين ووزير الدفاع مطيعوا فور دخولهم لأراضيهم هذه تنفيذا لبطاقة الجلب ان شاء الله هذا يتم في أقرب وقت ان شاء الله في أقرب وقت يتم والهناس حتى بعد شوية لفير هذا نلقى أنه واحدة من الناس اللي خدمت على البروجيه هي مرت جورج كلوني أمالي كلوني ذيك ما يأصلها من أصل لبنان هي واحدة من الخبراء التي تعملوا مع المحتمال الجينئية الدولية خدمت على أنه تكون فما إيدانا للترفز إن شاء الله يتوقفوا وإن شاء الله تتنفذ بطاقة الجلبة في حقهم وليهنا لا نستطيع إيدانا معتالي أنه إيدانا سوريا نعرف ونس كلهم موش يمشي لنوربيش متحكينيش على بيدنا كيف يفكر ولو أنه قال موقف دار الأمريكي تبدل جملة أنا قاد نتبع في الحكاية تبدل بالنسبة لهم معتالي نتني وقاد يغرق في روح أكثر فأكثر هذا ختام من حبيب مزرعوا عندي إخبار أخرين إلا غالب من سيجل فورسة لحقها إن شاء الله رجل مختهر بعد شوية